بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسعد الله أقاتكم بكل خير طلاب وطالبات الصف الأول للتعليم المستمر معكم المعلمة ريم محمد الشريف اليوم بإذن الله سنكمل سويا ما بدأنا في سورة الزلزلة الجزء الثاني من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة مقرر حفظ بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ من فضل الله علينا أنزل علينا كتابه الكريم قراءته وتلاوته وحفظه وتدبره عبادة نؤجر عليها هيا أعزائي أهداف الدرس لهذا اليوم تطبيق آداب التلاوة التلاوة والحفظ الصحيح لسورة الزلزلة مع الانطلاق في التلاوة والحفظ والتعرف على سورة الزلزلة هيا أعزائي أمامنا آداب التلاوة التي لا بد من العمل بها في كل مرة نقرأ فيها القرآن الكريم الاستعاذة قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكون في كل تلاوة نتلو فيها القرآن البسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم وتكون في بداية كل سورة الحرص دائما وأبدا على الطهارة وعدم لمس المصحف إلا على طهارة الصلاة الحرص على الخشوع والإنصات فأجرها الرحمة من الله سبحانه وتعالى الترتيل وتحسين الصوت عند التلاوة لا ننسى أن التلاوة عبادة فيجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى سورة الزلزلة نوع سورة الزلزلة عزيال طلاب الطالبات أحسنتم هي سورة مدنية كم عدد آياتها رائع ثمان آيات كم ترتيبها في المصحف بارك الله فيكم هي السورة التاسعة والتسعون في الجزء الثلاثون إذن سورة مدنية آياتها ثمان ترتيبها في المصحف التاسعة والتسعون المعروف باسم جزء عم صورة الزلزل صورة مدنية كما أسلفنا من المفصل آياتها ثمان والترتيباء في المصحف هي التاسعة والتسعون في الجزء الثلاثون بدأت بأسلوب شرط بقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها نزلت هذه الصورة المباركة بعد صورة النساء سميت بهذا الاسم على أول آية منها وهي تتحدث عن زلزال الأرض عند قيام الساعة وعدد آياتها قلنا ثمان تتألف هذه ثمان الآيات من ست وثلاثون كلمة في مائة وثمان وخمسون حرفا يا عزائي سنراجع سويا الآيات السابقة من الآية رقم واحد إلى الآية الرابعة أرجو أنكم قد أتقنتم حفظ هذه الآيات المباركة يا عزائي أريد أن أسمع منكم تلاوات حفظ للآيات السابقة أحسنتم بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها هيا عزائي سنتلوها بإذن الله من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة ونكرر التلاوة حتى يتم الحفظ أرجو منكم إحضار المصاحف وأن نكون على طهارة لا ننسى الإنصات وتحسين الصوت والترتيل الاستعاذ قبل كل تلاوة ودائما وأبدا كل أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم الآن سأتلو بإذن الله وتتلونا من بعدي تكرار التلاوة يساعدنا على الحفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم سنفسر الآيات تفسيرا ميسرا حتى يساعدنا على الحفظ يقول الله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها معناها بأن الله سبحانه وتعالى أمرها أي الأرض بأن تخبر بما عمل عليها يومئذ يصدر الناس إذن يومئذ يرجع الناس في موقف الحساب أصنافا متفرقة ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويجازيهم عليها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره معناها فمن يعمل وزن نملة صغيرة من خير يره ثوابا له في الآخرة ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره معناها أيضا ومن يعمل وزن نملة صغيرة من شر يراه عقابا له في الآخرة هيا عزائزي سنستمع الآن للمقرئ أرجو منكم المتابعة والإنصات ولا ننسى الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شررا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الإنسان سنعيد الآيات للصورة كاملة وريد أن أسمع منكم تلاوات حفظ بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هيا عزائلين أسمع منكم تلاوات لهذه السورة المباركة تلاوات حفظ أحسنتم بارك الله فيكم سأتلو وتتلون بإذن الله من بعد سورة كاملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم أريد أن أسمع تلاوات حفظ بإذن الله تعالى لهذه السورة المباركة أحسنتم بارك الله فيكم سأعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم أريد أن أسمع تلاوات حفظ أحسنتم سأعيد للمرة الأخيرة بإذن الله ويكون قد أتممنا حفظ صورة الزلزلة كاملة بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله فيكم هيا تعلمنا في هذه الحصة أحسنتم تم التلاوة والتكرار ويستموا الحفظ كامل لصورة الزلزلة بإذن الله تعالى أحسنتم تم تطبيق أداب التلاوة بارك الله فيكم وتعرفنا على صورة الزلزلة إذن علينا حفظ الصورة كاملة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة بارك الله فيكم انتهى درسنا ألقاكم بإذن الله في الحصة القادمة الحمد لله لا ننسى كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اشتركوا في القناة